السلام عليكم خوتي مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد على قناتكم قناة مالك جرماني من منزل مالك جرماني نصور مدار كما انا نوصيكم تريحوا فيدياركم ممانا كنكون معندي ونريح في الدار يعني كما تكونش حاجة ضرورية الخدمة الخدمة الله غالب كما اشتوني نخدم دائما مالغريكو هذا المرض ولا الواحد كما اقوله يخرج يقضي او يخرج شريدوه او يخرج يدر حاجة الى انيسيال أبار صاراني في الدار انا لديه الكثير من الناس لديه فيلم ونقرأ قرآن او يدر حاجة الى انيسيال او يدر حاجة او يضربهم او يدخلوا الى ديارهم هذه حاجة او تحتيتك نموم ونكشل يقولك عليها نموم وحتى واحد يفتلك فيها نظر انه يخرجون تصريح انت واحد تكتفه هذا الفيروس او يدر بالرأة ويستطيع ان يمسني ايه او يريح في الدار هذه هي حاجة المريحة ويقولكم او يريح في الدار او يريح انا احب الريح في الدار او يهموني او قوانينهم ويحبوني او يدر حاجة او خوف لا نرى او يدر حاجة او يخافون من الواله ويخرجون حتى ويضعون في الارهاب كانت الناس تتكيف ويضعون الدرب ومعليش يقولك معليش المهم ان نخرج من الهارة موضوع او تيليو الحوايج الملاح التي احضرتها احضرت صوالح ملاح في اسبانيا ويجبت صوالح ملاح في البرتغال ويجبت صوالح ملاح الهنة في المانيا الخوطنا الحراقة والخوطنا اللي يرام عايشين بلا كوارط اليوم سوف نتحدث عن البرتغال كما سمعتم بزاق فيكم شافوا بلكلي فيديو في اليوتيوب وشافوا تانك الناس هدرت عليها في فيسبوك البرتغال عولت تتمدل 15000 بنادم كوارط واسبانيا تانك عدارت الحكاية تانك تع كوارط وحكو عليهم والاللمان تانك سوف نتحدث عنها واحدة الهضراء اليوم سوف نوضح لكم كل شكل عادة بالمليح الذي فيهم و بالحاجة العيانة كما كنا دائما معكم خوطي بالصدق دائما نتحدث عن الحاجة المليحة والمليحة فهذا الحوايج اللي سيسرى وكما نقول فهذا القوانين اسكو كاين منهم ما كاينش منهم ولكن بعد هذا الفاصل القصير الارك جديد في قناة ماليك جرماني ابوني وفي عازل الرجالس بشوي لحقي غير جديد تعنا ان شاء الله تلاقاوا بعد هذا الفاصل القصير رجعنا عليكم خوطي بونا بدأوا بالبرتغال برتغال دارت تصريحات يعني تصريحات رسمية بالليرا هم رح يمدوا الورق الـ 15000 واحد يعني رح يسووا وضعية 15000 مهاجر بدون شروط شوفوا خوتي كما قلت لكم انا ما نحب ندل لكم زي ما كما قلوا ندل لك جنة في طبسي ونحكي لك على حوايج اللي هما مكانش ولا ندل لك امل اللي هو يعني بلك تلحق البرتغال تلقى حاجة اخرى قاعدتي نحكي لكم من مصادر الرسمية وخللكم لمصدر دانك تحت هذا الفيديو القانون هذا يمس الناس اللي دفعت الورق احتل ذرك خوتي احتل ذرك قلت لكم قلت لكم يقدر القانون هذا يكون مفتوح البثث ناس يقدروا يزدوا يمدوا العباد اللي رح يزدوا يدفعوا هذا الشهر الجيين مالك الجرماني هيعطيك المعلومة التي جابها المعلومة الصحيحة يعني المعلومة الصحيحة وجهة الرأي رح نحكي عليها خوتي القانون وش يقول القرار وش يقول يقول 15000 واحد يراهم دافعين بش يسووا الاقامة ديالهم لكن الناس اللي عايشة في البرتغال والذي عايشون في اسبانيا يعرفوا وقع بالكاين هذه العفسة كما نقولوا نحن تعرك دافع وتسنى يعتقلوا رقع الناس نديرتها اللي يخدم في الفلاحة دافع والذي ندير بروفاب إقامة ودافع هذه البلدان الخوتي هنا الألمان لا تشهد هذه العفسة لا تشهد هذه الحراكة نقول نحكي على الألمان وش فيها اكتوال نحكي على البرتغال كما علينا تدفع وصادب لا يعطيه لك لا يعطيه لك ثم يقول لك اجيب كونترات اجيب هذه اجيب هذه لماذا داروا هذا القانون اصلا نحكي عنه لحقوا الوحيد البلايس في الريافة البرتغال يعني في الريافة البرتغال سمعوا ببلايس باللي فيهم انتشر فيهم الفيروس كي راحوا بش يدوهم الناس هاربت الناس هاربت لماذا هاربت خافوا يرجعوهم للبلاد لذلك البرتغال حصلت قتلك الناس هذية اللي راهم كما نقوله بلا كورونا وراهم هاربت يخافوا ويأتي ثم تسمى الناس هذية لو كانت مرض تبقى تنشر في المرض بالتخبيع تسمى الانسان سيبقى في داره ويخرجعوهم للناس ويخرجعوهم للناس قال لك لا نفعلوا حل نعطيهم كورونا لذلك الناس اللي يمرضي بي ينروحوا هذه الحاجة الأولى حاجة الناس اللي حارقين الناس اللي دافعين كورونا يعني ما لديهم كورونا لا تستطيع اضافة للطبيب هنا في الوروب خوتي تحب تروح الداوي لا تستطيع كورونا تقول لك أنها لا تقبل كورونا لكن هنا لا تتخلص في الوروب ستأخذوا عن الطبيب كاين دونتست هناك الكثير من الناس يقول لك أنها لا تقبل الكورونا ويؤثر تكون مرض كبير ويقال بلاقبه لكي يمكنهم ذلك هناك الكثير من فيديو يقول لك أن تتتعلم الكوارت لدي الناس اللي يحبون الناس اللي يحبون الناس ويأتي الكوارت اذا اخوتي انا اعطيكم المعلومات وانتم كل واحد يحب يذهب على دمانتو البرتوغال هو مزل مهوش في البرتوغال وحب يذهب البرتوغال ويسي يظهروا هذه الحاجته يستطيع حسابه على الحدود مغلوقة يستطيع حسابه على كل شيء ويحب يسي يظهروا ويسي يظهروا القانون الذي يداره سيقوم بوضعية 15 ألف ملف والناس الذين يدافعوا في البرتوغال قال لك من حسبهم لعلى لغة ومن حسبهم على الأول ترى بعضهم يستطيعون التأثير يجبونهم جيد الأشياء التي ستكلمها فرأييه الناس الذين يقريبون البرتوغال يذهب البرتوغال ايضا عن المباشر دعونا من ممنوع تذهب الحدود امضل وعندما يحصل حتى واحد هذا الناس الذين يحب يذهب البرتوغال ويذهب البرتوغال أخرى يظهروا مالك جرماني يعطيك المعلومة كما رأيها حوالة زيادة كما يحب كل شخص يتحاسب عليها هو لا أستطيع أن نزيد لك فوق هذا الشيء يعني الـ 15 الفيرام دافعين سوف أعطيهم قاعدتك على أجل هذا السبب وجدت النظر لي يستطيع أن يدفع هذا الوقت قاعدتك ما نتحدث عنه اليوم سبانيا سبانيا لهم مشكل كبير كبير في الفلاح الذين لديهم الكوارت لا بدون يفهم في العين و الذين لم يفهم في العين لا بدون يفهم حولهم مشكلة في سبانيا من أخوالها في المنزل ومن المنزل أنديهم مشكلة على تبريح الملوك ذلك أصبحت لهم الكارز اللي لا أعرف يا أخوال و المنزل كانوا الكارز أصبح لهم مشكلة ويحبون أن يريدون فيه الكثير من الأشياء ويحبون أن يتجد خدمة خدمة في فلاح ويدفع في الميريا ويحبون أن يعمل في فلاح هذا كان من البكري لكن الناس لم تكن تستمد المتعامل لكن الخدمة لم تكن متوفرة وصدت لهم تتجد خدمة في الفلاحة في اسبانيا لذلك أن الناس الذين قريبوا في اسبانيا ستجد على فلاحة وإن شاء الله ستقدروا فلاحة فيهم جميع القوانين بحسب القوانين لأنهم يتجدون إلى حدوث وأنهم يتجدون إلى على الميريم لأنهم يتجدون إلى أول عام ويقوموا إلى فلاحة لذلك خاصة أولئة ويجبون شوائفون كيف اتجدون على أي عمل خدمة في الفلاحة في هذا الوقت كانت من خدمة في الفلاحة في هذا الوقت التي يتطلع لسويدي وسيكون في الميركور التي يدفعون فيها الكوارض ومن يجب ان تذهب في نفسك حيث من المفتاح ومن المفتاح ومن المفتاح لعدم المفتاح الان المفتاح سيجب ان تستطيع ان تغلق لهم ومن المفتاح ومشكل كبير ومن المفتاح سوف يكون لهم كريثة و لا تدخلون تفاصيل التفاصيل ويوجد عرضكم حتى القناة يا خوتي كما أرى لكم في الوروب ويوجد جهة إسبانيا وجهة إسبانيا وجهة البرتغال لذلك تبعزي على المدينة على الفلاحة حيث يجب أن تقول الحدود مغلوقة أنا في الشرع إسبانيا أنا أخرج لكم المعلومة وقرارات القانون يبقى مختلفة والمتين يحكمي لو ان تريد من اي بلد في اوروبا و تستعمل بلا بلا كار هو التطبيق يدعي في الناس و تحمل إمكانهم بلا بلا كار لذلك هذه هي أسهل وكما نقول لنا هي أأمن طريقة لتتنقل بها في أوروبا هذا البلا بلا كارت خوتي هوليك تطبيق دياله شوفوا برك واحد عنده الباي بول لكي يخلص لكم في هذا التطبيق الحاجة أخرى التي نحكي عنها خوتي القانون هذا الحجر الصحي سيزيده بالخمسة عشر اليوم كما هنا في الألمان سيخلص في 20 أفريل في 20 أفريل البرلمان الألماني سيكون بين و بين لا يريد أن يغلقها كما غلقت الطليان و لا يريد أن يغلقها كما غلقت الطليان في 20 أفريل كما نقول لنا يبدأوا دمارة وحياة عادية في ألمانيا لذلك لا يريد أن يكملوا في هذا الحجر الصحي كما هناك الكثير من بلدان لا يريد أن يكمل فيها لذلك ساديبون لا يقرروا الحاجة التي أرى أنني متأكد منها لا يمكن أن يجعلوا التنقل ممنوع بصفة عامة يعني 100% لا يريد أن يجعلوا لذلك السنسية الخوتي اليوم السيطة أعطيت لكم الأهم القرارات التي أداروهم في خصوص هذا المرض هذا المرض كخوتي أراعي بينا الذي لا يريد أن يجعل فيه ورقة هذا الوقت لا يريد أن يزديد في المجال لتأخذ نوع الفلاحة أعطيت لكم القانون كما رأيه ما أزد فيه ما نقص و حاجة أخرى تلوغانت حاجة التي لا تشتهدوا فيها وتحبوا تسيوها كل واحد خوتي يربي و يفقوا أعطيت لكم كثيرا في قناة مالك جرماني اشتركوا في دياركم خوتي أعطيت لكم كثيرا السلام عليكم وأنا يجب أن نذهب للحفاف لكم كش رعاني لازم ندبر كش حفاف تزيري يجي عندنا للدار للعبوش وياسانتي ويقرقتنا ويروح للدار الله فروحكم بزا بزا بخوتي تلعقوا في فيديو جديدة السلام عليكم